تعاني المحافظات العراقية من شح الأبنية المدرسية بسبب الهدم العشوائي للكثير منها حتى أن وزارة التربية أكدت في أكثر من مرة حاجة العراق لبناء مدارس تستوعب الطلاب الذين يعانون من دوام ثنائي وحتى ثلاثي ويعد تناوب الدوام على مدرسة واحدة بحسب الاختصاصيين التربويين أمرا سلبيا ينعكس على الطالب وأدائه خلال العام الدراسي الأمر الذي أثار حفيظة أولياء الأمور الغاطبين اعدادية بنات بس المدرسة مدرسة وقت الدوام مدرسة عشتها بدأك الصوبة اعدادية ويما بدأ الدوام واحد عشرة فتحاول ستقف مالتها واحد عشرة وأنا على يقين والله أخير ستقف مالتها واحد عشرة فتحاول ستقف مالتها يعني هو لو فاتح من الولايات العطلة اللي هسا هسا مو خاصة نوال عام الدوام بيها والمدارس ينفل شيء نصها عافوها نص المشروع وعافوه اخرون اتهموا الحكومة بهدم المدارس الحكومية لتشجيع المدارس الأهلية والضحية هو المواطن الفقير من السبب هاية مو سببها مو سببها مو الدولة يعني طالب هسه طالب يريد يجتهد طالب شون يجتهد ثلاث دوامات يحل الساعة بالستة يروح له 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 أكو طالب يروح الساعة بالستة احنا بالشته تدريس ماكو ومتابعة ماكو وفوقها هالثلاث دوامات شي لحق وبنناكو يدوم دروس خصوصية يعني هاي كارثة حق شوف المدارس فلشوه وباقوا فلوسه وباقوا والأكو والماكو وخلوا العالم حايرة ليه وش هجحوا المدارس الاهلية تروح الساعة بالمدارس الاهلية من المدارس الاهلية من المتابعة كل واحد يا رجل سياسي متنفذ عده اصحاب ما اصحاب نفوذ او هاي المدارس الحكومية فلشوها ليش معنا يشونه ماكو فلوس مازالت المدارس في اغلب المناطق والمدن العراقية تعاني من حالات الاكتظاظ في الصفوف الدراسية في ظل غياب مشاريع البنى التحتية فتحول الكثير منها الى مباني متهالكة يعاني فيها الطلاب من مختلف الظروف المناخية المتغيرة فضلا عن مشكلة اكتظاظ الصفوف بالطلبة اذ يصل عددهم في بعض الصفوف الى اكثر من خمسين طالبا مع وجود دوام ثاني لمدرسة اخرى في نفس البناية